هناك من خرج لها في منتصف الطريق قبائل الأباتشي في حاربته في منعتها من الوصول للمدينة وهناك من تاهت عرباته ولم يصل يعني نحن والروما انتصرت على أثينا عسكريا نعم ولكن أثينا انتصرت على روما أخلاقية فكريا نتخافية نحتلتها ثقافية صحيح الآن كل الحضارة الغربية تتكلم على أثينا أمريكا تريد ابتزاز أوروبا ونحن نعيش في أوروبا ونعلم الاقتصادات الأوروبية تحديدة الاقتصاد الألماني أونيك دائما بيدفع ملوك الخليج الآن الجزية في صورة حماية مش كده برضو طيب خلاص السلام عليكم بودكاست الطريق وحلقة جديدة هذا أنا محمد جمال هلال أهلا بكم ضيفي الدكتور أحمد الهواس الكاتب والإعلامي السوري في حلقة جديدة وثانية من بودكاست الطريقة النظام العالمي ومعركة طوفان الأخصى عنوانه هذه الحلقة الجديدة من بودكاست مع الدكتور أحمد الهواس أهلا وسهلا بك دكتور أحمد ومرحبا بك في حلقة تالية من بودكاست الطريقة حياكم الله أستاذ محمد مرحبا بك وبجمهورك الكريم السؤال مباشر النظام العالمي ماذا يعني النظام العالمي في معركة طوفان الأخصى ونحن نتحدث عن النظام العالمي الذي يقول بعض أنه قطب واحد تملكه وتحكمه الولايات المتحدة الأمريكية لأم هذا توصيف دقيق لكن هو محاولة السيطرة على العالم من قبل مجموعة ربما من المتحالفين قد يبدو ذلك واضحا بعد الحرب العالمية الأولى بأن هناك شيء أطلق عليه الدول المسيحية المنتصرة ومن ثم عاد مرة أخرى بعد الحرب العالمية الثانية حتى في مجلس الأمن إذا نظرت إليه ستجد أن الأرثدوكس مثلا يمثلون بالروس الإنجليين بالبريطانيين البروتستانس بالأمريكان الكاثوليك بالفرنسيين في حين يغيب أي ظلع إسلامي آخر وحين تنظر إلى الصين فالثقافة الصينية هي ليست ثقافة إسلامية وليست دينا إسلاميا فمن غاب عن هذا التنظيم بشكل كامل عمليا غاب الإسلام هذا ما ربما ما تنبه له الندوي في كتابه المهم ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين بمعنى أنه لا يوجد دور للمسلمين في هذا النظام هناك نظام عالمي قبل هذا النظام العالمي كان بقيادة إلى حد كبير كان قيادة الدولة العثمانية التي سادت العالم وكانت دولة عظمى ثم تراجعت رويدا رويدا لتكون دولة كبرى الآن حين نتحدث عن قوة عظمى في العالم لا يوجد إلا قوة عظمى وحيدة في العالم هي الولايات المتحدة الأمريكية وهذه القوة العظمى انفردت بالقرار العالمي عشية حرب الخليج الثانية عام 1991 يعني إلى الآن لا يوجد دولة عظمى سوى الولايات المتحدة الأمريكية بوصفها صاحبة القرار الدولي أما الدول الأخرى الممثلة في مجلس الأمن أو الدول الطامحة أن تتحول إلى دول كبرى مؤثرة في العالم فهي دول كبرى سواء كانت روسيا أو الصين أو فرنسا أو بريطانيا أو الهند مثلا على سبيل المثال الآن تسعى أن تكون دولة كبرى في العالم كذلك هناك دول كبرى إقليمية تسعى أن تكون دول كبرى في العالم لدينا مثال على ذلك مثلا تركيا هذا النظام كله بيد الولايات المتحدة الأمريكية هذا صحيح لكن كما يذكر فريد زكريا في كتابه عالم ما بعد أمريكا وهذا ذكره في أكثر من مجال حتى في صفحة 139 من كتابه عالم ما بعد أمريكا في فصل النسر والتنين يذكر بأن الصين ما كان لها أن تتقدم إلا أنها خدمت أمريكا في 30 عام الماضية وحققت لها مجموعة من الشروط ثم يقول بأن الصين هذه إذا خاضت حربا ضد تايوان وغضت الطرف عنها الولايات المتحدة الأمريكية فلا قيم لا يعني تأخذ تايوان لا أحد ينظر لها ولكن إذا قالت أمريكا لا فنتحول إلى حرب دولية كبيرة في المنطقة وفي العالم بمعنى أن وهو يضيف يقول أمريكا هي التي تتراجع بإرادتها وتقدم لاعبين دوليين إقليميين أو محليين للعب أدوار معينة ترضى عنها يعني حتى في الاتفاق الذي حصل بين مثلا راعة الصين بين السعودية وإيران كثير هللوا وقالوا أن بن سلمان قد خرج عن نظام العالمي وهذا غير صحيح فقالت أمريكا نحن تم هذا الأمر برضائنا وبشروطنا ونحن راضون عن ذلك أي حتى النتائج هم راضون عنها فبالتالي حين نتحدث الآن عن النظام العالمي النظام العالمي فقط نظاما سياسيا وحادي القطب أو أنه بشكل أو بآخر تسيطر عائل للولايات المتحدة الأمريكية هناك نظام أيضا نقدي في العالم ونظام الدولار أو البترو الدولار أنت تعرف أن نيكسون يعني بعد 71 في صدمة شهيرة حين أخرج الغطاء الذهبي وعدى يعني حين تنظر إلى السلة الثمينة التي تحوي المعادن النفيسة لا يوجد بها النفط ولكنه يطبع الدولار على النفط البترو الدولار البترو الدولار فأنت أمام يعني سيطرة عالمية بالبلطجة ما قيمة البترو الدولار هذا كم تساوي ورقة البنكوت من المئة الدولار في الطباعة خمسة سنت مثلا ما الذي يجعلها بهذه القوة أو هذا الضعف نحن حين وقعت وول ستريت أزمة وول ستريت وتبخرت ستة تريليون دولار رأينا أن الدولار هذا تراجع أربعين مرة خلال هذه الفترة صحيح منذ أن تم إزالة الغطاء الذهبي إلى الآن فبالتالي أنت أمام سيطرة أمريكية سواء على النظام الإعلامي النظام الدولي بمعنى الكلمة يعني حين تخل أصبح الناتج القوم الأمريكي هو الذي يمثل غطاء للدولار تخيل نعم جون باركنز في كتابي الاغتيال الاقتصادي للأمم يقول بأن هذا ليس الآن في عام 2004 يقول كل أمريكي مدين بـ 28 ألف دولار كل أمريكي كل مواطن أمريكي من جملة الدين عليه 28 ألف دولار طيب هذه أرقام مهولة دفع 2004 حين تتكلم لو أتي على رقم تخطى المائة ألف دولار نعم فأنت تتحدث عن أكبر مدين في العالم أكبر مدين هي الولايات المتحدة الأمريكية الولايات المتحدة الأمريكية تسيطر على القرار العالمي السياسي ليس القانوني يعني طغيان المصطلح السياسي على القانوني من الذي صنعه أمريكا أضرب لك أمثلة يعني أمريكا حين غزت العراق في عام 2003 بنت الغزو كله على كذبة أسلحة الدمار الشامل وذهبت وغزت العراق خارج إطار مجلس الأمن هذا في دين الملك الذي نحتكم إليه الآن النظام العالمي ماذا يسمى؟ يسمى غزوا الغزو ماذا يعني في القانون الدولي؟ دخول الدولة الغازية في الفصل السابع أمريكا ماذا فعلت؟ أمريكا دعت مجلس الأمن للإنعقاد وطالبت مجلس الأمن أن يشرع مجلس الأمن لها أنها قوة احتلال لماذا؟ لأن الاحتلال هنا خرجت من مأزق الغزو وانتقلت إلى الاحتلال هي قوة غازية ليست قوة محتلة هذا خلل في الفهم حين تأتي وتقول لا خلينا نميز للمشاهد الفرق بين الغازي والمحتل الغزو كل شيء يتم خارج نطاق القانون الدولي وتفويض من القانون الدولي لأن القانون الدولي الحديث جرم الفتح والضم بالقوة فتح البلاد بالقوة وضم البلاد بالقوة فمن يقوم بهذا الفعل يدخل فيما يسمى الفصل السابع واستخدام القوة لإخراج المحتل الغازي الاحتلال أمر آخر الاحتلال يحتاج إلى قرار من مجلس الأمن على سبيل المثال بأن يتحول الغزو هذا الاحتلال الاحتلال فالاحتلال هناك شيء اسمه يعني يفرض القانون الدولي على المحتل مجموعة من الالتزامات تسمى التزامات المتعلقة بالمحتل الحفاظ على الإقليم الحفاظ على دستور الإقليم عدم العبث بقوانين الإقليم عدم مقاتلة أبناء الإقليم لأنهم الذين لهم حق المقاومة فالقاعدة الشرعية في القانون الدولي تقول لا دفاع شرعي ضد دفاع شرعي ولا مقاومة ضد فعل المباح أمريكا لم تكتفي بأنها غزة العراق لم تكتفي بأنها دعت مجلس الأمن ليشرع لها احتلال العراق لم تكتفي بذلك بل انتقلت إلى مقاتلة المقاومة العراقية وعدتها إرهابا أدخلت فكرة الإرهاب وهذا تقريبا الذي يحدث الآن في فلسطين تماما هو كتاب واحد يعني يقرأ منه ويتم الترتيب بهذه الطريقة الخبيثة فالتالي حين نتحدث عن نظام عالمي هو ليس فقط أحادي القطب أقول لك أمرا غريبا هناك من يشيع بأن هناك محاولات لتغيير النظام العالمي وأن دول البريكس هذه كلها أكاذيب لماذا؟ هم كالمعارضات عند المستبد المعارض عند المستبد أنا أذكر مرة أخي أستاذ محمد أنت أجريت معي لقاءا بعد 25 يناير بقليل وما زلت أذكر أحد الأسئلة التي وجهتها لي قلت لي ما الفرق بين المعارض والثار قلت لك المعارض عند المستبد هو يبحث عن تحسين شرط العبودية أما الثار فهو يهدم القديم ويبني الجديد لأن الثورة هدم وبناء هكذا الذين يتحدثون الآن عن النظام العالمي أو تغيير في النظام العالمي هم يحاولون أن يحسنوا من شرط العبودية أن يطوروا في النظام العالمي أن يكون لهم موطئ قدم أو يكون لهم حسن لنا اقتصادنا شوية لكن لا يمكن النظام البنقي في نقص صندوق النقد البنك الدولي حتى الاقتصادات في العالم كلها تدور وجودا وعدما حول الولايات المتحدة الأمريكية الاتصالات الآن عالم الأنترنت إلى آخر كله الولايات المتحدة الأمريكية فلذلك حين تتحدث عن المائة عام القادمة كما يتكلم فريد من في كتابه المهم المائة عام القادمة ضرب عدة أمثلة على قوة الولايات المتحدة القوة البحرية القوة البشرية الإمكانات في الفضاء الإمكانات في الأرض قوة الثقافة قوة اللغة سحر اللغة إلى آخر كلها ما زالت للأسف تصوب في مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية كيف يتغير هذا النظام؟ هذا النظام العالمي قد يتغير في أي لحظة لكنه لا يتغير من داخله ولا يتغير باتفاق الشركاء أبدا إنما يتغير إذا ما تصادمت القوة يعني هذا النظام يسير شئنا أم أبينا نحو الانغلاق هناك انغلاق في العالم تنفيس هنا وتنفيس هناك لن ينتهي بهذا الشكل فلابد أن تصطدم القوة الكبرى وتختلف مصالحها فهذا الاختلاف المصالح يؤدي لانفجار هائل وليس حروبا هنا وهناك لا تؤدي إلى تغيير كلي أو تغيير جزئي في النظام العالمي إنما النظام هذا الذي جاء نتيجة الحرب العالمية الأولى طبعا هو يعني وضعت أسس ورؤى هذا النظام في الحرب العالمية الأولى ثم عاد وتغير في الحرب أدى إلى حرب عالمية ثانية الحرب العالمية الثانية هذه أفرزت هذه القوة أفرزت هذا النظام المرعب المحكم الذي يحكم العالم أجمع لكنه للأسف انتهى بتفرد الولايات المتحدة الأمريكية والكل يعملون على خدمتها ولا يوجد قوة الآن بمعنى أنها تحل مكان الولايات المتحدة الأمريكية من خلال لا التطور الاقتصادي ولا التطور التقني ولا أبدا لأن هذه الأمور لا تؤدي إلى قوة عظمى جديدة إذن الذي يحدث الآن فيما يسمى بمحور أنا أريد أن أسميه محور وليس قطب يعني لأن القطب الأوحد لا يتزال للولايات المتحدة الأمريكية دعنا نتكلم على محور الآن هو محور مقاوم للولايات المتحدة الأمريكية بقيادة روسيا والصين تدخل فيه بعض الدول الإقليمية على كل إقليم على حدة كوريا الشمالية مثلا إيران في المنطقة كما يقال هي دول يعني بتحاول بشكله باخر أن تكونها محورا لتكون قطبا بعد ذلك يعني مع الولايات المتحدة الأمريكية وقد شهد العالم من قبل ثنائية الأقطاب الآن وحادية القطب هي الولايات المتحدة الأمريكية من بعد الحرب العالمية الثانية ثم تفكك الاتحاد السوفيتي السؤال أمام مدة زمنية كم يمكن أن نرى أو نستغرق لنرى قطبا جديدا يشكل صداما مع الولايات المتحدة الأمريكية إذا لم نقول أننا الآن انتهينا مرحلة المعسكر أو يعني زي ما أنا أطلقت عليه محور أولا يعني حين أتحدث عن محور يقف أمام أمريكا أو يحاول أن يغير في سياسة أمريكا أو يكون ندا لأمريكا بالتسلسل الذي ذكرته يعني هذا المحور أنا أطلق عليه يعني المحور الذي نشأ نتيجة الترديد الإعلامي وليس حقيقي لا وجود له على الأرض ربما أن أحد الأفاضل الأساتذة الأفاضل الأستاذ الدكتور أسامة القاضي وهو رجل اقتصادي بارع سوري يعيش في كندا له محاضرة بهذا الشأن في غاية الأهمية حتى على المستوى الاقتصادي الذي نفى فيه إمكانية المنافسة في الاقتصاد الأمريكي مع هذه الدول التي ما زالت تعمل حتى مع الصعود الصيني سأقول لك الصين كيف دعني الآن أفصل لك في المحور كلها تدور حول الاقتصاد الأمريكي الذي هو يسطر على العالم الدولة الوحيدة المرشحة أن تكون قوة عظمى هي الصين وهذا الشيء لا يمكره الأمريكان بالمطلق ولكن كما ذكرت لك وذكر فريس زكريا في عالم ما بعد أمريكا وتحديدا في فصل النسر والتنين وتستطيع أن تبدأ به قراءة من 139 وما بعد الرجل حدد بأن الصين عملت وما زالت تعمل هو طبعا النسر هو إشارة للولايات الملتحدة والتنين يعني الصين ثم التنين استبدل وأصبحت دبا 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 روسيا أصبحت دبا صينيا حتى لم يعد لهم حتى حتى رمز التنين الذهب الآن تمام فهو الرجل يتحدث بكل وضوح أن الصين سمح لها أن تتقدم وأن تكون معمل العالم وأن تكون كذا وكذا طبعا هناك نتيجة أسباب مختلفة الذي يعيش في الغرب يعلم أن فكرة الاستعلاء الغربي في العمل طبيعي جدا أن تذهب المعامل إلى مكان ما لو لا لو لا الحاجز النفسي بينهم وبين المنطقة العربية لأصبحت المنطقة العربية هي الصين لماذا يذهب إلى الصين ليقيم المعامل في الصين يعني الآن لو نظرت إلى أهم المصانع الألمانية أنت تتكلم عن ألمانيا يعني الاقتصاد رقم واحد في أوروبا أين هي؟ في الصين طيب لماذا لم تذهب إلى مصر مثلا أقرب لها مصر لماذا لم تذهب إلى تونس هناك إشكالية خاصة بهم لا يريدون لهذه المنطقة أن تنهض وتتطور لا لا من عزارف ليه؟ يعني أنت تعلم ما منطقيا يعني؟ منطقيا هم أولا هذه المنطقة يريدونها يعني حديقة خلفية لهم في كل شيء الغرب يتعامل معها بهذا الشكل لا يريدون فيها أي نهضة بالمطلق وهذا ترائيناه يعني كل دولة لديها حتى أفكار نهضوية أو ما شابه حتى لو كان النظام قريبا لهم لا يريدون ذلك هذا حتى نتفق عليه الأمر الآخر ليه؟ هذا صراحة بارية طب يعني الصين لأن الصين يمكن دولة مش غازية شوية يعني ليست دولة حتى دينها غير نعم ليس تبشيريا طريقتها في التعامل فهي أأمن من منطقة حضرية كانت تنافس الغرب وقتها من الأوقات في العصور الماضية ده مثلا أنا سأعطيك ردا من خلالهم ليس من خلالي يعني لو عدت دائما إذا أردت أن تحاكم أحدا نعود إلى فكري ما تكتب ليس ما كتب عنه مثلا لو أتيت إلى نيكسون في الفرصة السانحة ورئيس أمريكي يقول نحن صحيح بمعنى أنهم قدموا الدعم للمجاهدين الأفغان لطرد السوفيت هذا صحيح ولكننا في النهاية مضطرون أن نضع أيدينا بأيد الروس بمقاتلة الإسلام هذا نيكسون لست أنا في الفرصة السانحة حين تأتي إلى هنتكتون في صراع الحضارات هو وضع لون الحضارات والأصفر والأخضر وإلى آخرين رشح خطرين لا شك في ذلك يعني هو رشح الخطر الصيني ولكنه رأاه مؤجلا وقدم الخطر الأخضر ورأاه مقدما اللي هو العرب الإسلام المسلمين مشكلة فبالتالي حين فوكياما في كتابه نهاية التاريخ والإنسان الأخير وأنا لبحث نشرته في مجلة رسالة التي كان يشرف عليها الراحل يوسف القرضاوي رحمه الله قبل في عام 2008 نشرته هل تعلم ماذا يقول فوكياما في كتابه نهاية التاريخ والإنسان الأخير حين جاء إلى الإسلام فوكياما طبعا هو وقع فيه تناقضات قال أولا الإسلام لا شك أنه نظام يعني ملفت يعني لافت للنظر كالنظام اجتماعي وديني حتى حدث بشكل جيد هنا لكنه قال بأن الإسلام لا يشكل خطرا لا أبدا هو تحدث في الخطر بالعكس هو قال لا يشكل جاذبية في العواصم الكبرى يعني ليس له قيمة في برلين أو واشنطن ليس له جاذبية في باريس إلى آخره وثم عاد وناقض نفسه مرة أخرى وتكلم عن أن الإسلام له جاذبية قد تشكل فيما بعد هنا الحديث خطر الانجداب إليه لكن كيف نفى ذلك عن الإسلام قال بأن المدينة أو الحضارة وصفها بمدينة هذه المدينة هناك فئات اتجهت إليها فسلك الطريقا واضحا ووصلته من هو يقصد؟ يقصد الولايات المتحدة الأمريكية بالنظام الرئيسمالي والعالم الغربي الذي تبعه قال وهناك من ذهب إلى هذه المدينة تعثر ثم عاد وسلك الطريق الصحيح فوصل من يقصد؟ يعني يقصد الأنظمة الشوعية والاشتراكية التي جربت ففشلت إذن هو بينطلق منطلقات الحيازية لا لا ثم نجحت قال وهناك من خرج لها في منتصف الطريق قبائل الأباتشي فحاربتها في منعتها من الوصول للمدينة وهناك من تاهت عرباته ولم يصل يعني نحن هكذا وضوح هذا واضح وقال هكذا انتهت تاريخ في هذه التجربة بمعنى أن التجربة الليبرالية الأمريكية هي نهاية التاريخ وهذا غير صحيح وفوكياما بعد أزمة وول ستريت وتبخر التريليونات الستة قال نحن الآن نعيش مأساة حقيقية في أفول لهذه الحقيقية أين كلام؟ فوكياما قبل سنوات قليلة بدأه بمقال في عام واحد تسعين ثم طوره في كتاب وصدعوا رأسنا في هذا الكتاب فإذا هم دائما بسؤال لازم أعترف لك أنه كتابته مبدعة في كل أحوال بغض النظر عن سردياته التي تخرج من الانحيازات مبدعية لا شك لا شك لكنه رجل لا شك كاتب وفيلسوف كبير لا شك يعني بقطع النظر وإن كان ربما ما يختلف عليه هل هو فيلسوف أو مفكر أو منظر إلى آخر لكن الرجل لا شك في ذلك وإلا كيف يؤثر في العالم أثر في العالم أجمل فإذن الحديث الذي نتحدث عن هنتكتون أو فوكياما أو نيكسون وعشرات طبعا الكتاب الغربيين الذين يتكلمون دائما عن خطر موجود شئنا بينه هو الإسلام فبالتالي لا يمكن أن يسمحوا لك بأن تنتقل هذه التكنولوجيا وهذه الحضارة حتى لو كانت بالوكالة في منطقة الشرق الأوسط ففضلوا الصين وشرق آسيا على هذه المنطقة رغم الخسائر المنغولة بس كينك بتقول أنه يعني وهم أن نقول أن هناك قطب آخر يمكن أن العالم تعود أطبح من النوميس الإلهية والسنن الكونية أن يكون على مر العصور يعني صراع القطبين المملكتين لا ليس دار أبدا غير دقيق ليه أنا أضرب لك مثال دائما الفرس والروم جيد جيد القوى الرومانية والقسطنطينية ليست دار ليست دار لاحظ معي نحن حين نتحدث عن قوة نحن مش دائما صحيح دلوقتي أمريكا هي قطب الأوحد بيديك عصور من العصور في قطب بيأم يكسب المعرك لكن لازم يطلع قطب تاني لاحظ معي أنا الآن حين نتحدث أن الفرس والروم صحيح كانت في فترة من الفترات الفرس والروم ولكن لم يكن العالم نصفين بمعنى النصفين ليس بالضرورة يعني ليس بالضرورة النصفين لأنه من خلال التعامل المالي الذي كان مرتبطا بالدينار الدينار الرومي الدرهم فرسي والدرهم فارسي لكن درهم لم يكن عاملة عالمية كانت العملة العالمية الدينار السبب ليس لأن الروم أقوية لأن مراكز التجارة في شرق آسيا أو ما يسمى طريق الحرير كانت تتعامل بها ليس لأن الروم قوي لا أبدا غير دقيق ولذلك حين استغل العرب هذه الفرصة وقووا في الدينار الخاص به وزادوا فيه أصبحت الثقة عند مراكز التجارة في شرق آسيا عربي عشان الدرهم كان فضي والفرسي كان هو لكن يتنين كانوا يعملوا عميتهم فنجحت هذا مثال أعطيك مثالا في النظام العالمي طيب الدولة الإسلامية حين قامت من كان نظير للعرب والمسلمين لا أحد من كان لا كان فيه إزاي يعني حتى عايز في أي عصر من الوصول لاحظ المئة عام الأولى المئة عام الأولى لا يوجد دولة منافق كانوا يدفعون الجزية لك أين هي الدولة أين هي الدولة أوروبا كانت موجودة أبدا أبدا دمرها البرابرة لم تعود موجودة واخرجوا روما زاء خارج الزمان طيب أمر آخر سأعطيك آخر حين قامت الدولة العثمانية من كان أسياد كان المقر كان موجودين بقوة الروس أيضا يعني مثلا روسيا أنت تعلم ماذا فعل العثمانيون بالروس حين دخلوا موسكو بس كان فيه أنا أقصد بغض النظر مين يربح ممكن العثمانيين يربحهم يعني أن تتشكل قوة أو قوة إلى جانب القوة العظمى صاحب القرار الدولي نعم كان هناك إلى جانب إلى جانب الدولة العثمانية قوة تتشكل صحيح ورأينا هذا التراجع في ما يسمى الامتيازات التي جرت في المنطقة ولكنها متأخرة والسبب يعني مفاجآت حصلت في العالم وتراجعت الدولة العثمانية هذا صحيح ولكنها بقيت دولة قوية صاحبة قرار في العالم ولكن المئة عام الأخيرة شاخت وتعبت ثم تفككت نشوء يعني الولايات المتحدة الأمريكية بقيادة كاملة ليس للعالم جزء من العالم كان يقابلها الروس أو السوفييت على فكرة السوفييت ومجلس الشورى ترجمتها الحرفية يعني يعني السوفييت هؤلاء بما جمعوه من تحت أيديهم من جمهوريات وما شابه وما شكلوه من قوة اقتصادية في الكيميكون والمنظومة الشوعية شكلوا قطبا موازنيا الولايات المتحدة لكن في الوقت الذي كانوا يوازون في الولايات المتحدة الأمريكية كانت التكنولوجيا أقوى للغرب القوة أكثر للغرب الحضارة أكثر للغرب يعني مثلا أضرب لك مثلا هنا تقرأ مثلا كتاب من دفع للزمار هو الحرب الثقافية الباردة الاستودار الذي ترجمه رحمه الله الشايب وقدمه الدكتور عاصم الدسوقي وهو طبعا طبعا مصر طبعا الأولى والثانية قصور الثقافة من أروع وأرقى الكتب التي يمكن أن تقرأ مثل هذا الكتاب هذا كتاب متفرد من دفع للزمار تلاحظ بأن الولايات المتحدة الأمريكية خاصة فيما يسمى المكارثية التي يعني تعرف أن يعني كان هناك أحد النواب الأمريكان مكارثي قدم مسودة إلى الكونغرس الأمريكي وأصبح فيما بعد يعني معرف بالمكارثية واشتثاثة الشيوعية من الولايات المتحدة الأمريكية وهذا أصاب فنانين وأدى الانتحار بعض الكتاب والفنانين الأمريكان وانتقالها من أمريكا الشمالية أمريكا اللتينية الموجة هذه المكارثية التي ضربت الولايات المتحدة الأمريكية هذه كانت في الظاهر لكن ماذا كانت في الولايات المتحدة الأمريكية كانت تصنع وكالة العقل الأمريكي ليست المخابرات الأمريكية وكالة العقل الأمريكي هذه الوكالة كان لها مهام أن تقدم الولايات المتحدة من خلال الفنون الإعلام لكيف نشأت مجلة شعر في لبنان 1957 كانت مولها الولايات المتحدة الأمريكية كيف ظهرت هذه الأفلام الخلاعية في مصر وغير من كان يمولها هل تعلم أن أمريكا كانت ترفض دخول الفيلم المصري لأنه يخدش الحياة الأمريكية هذا شيء خطير مصر دولة مسلمة والولايات المتحدة الأمريكية للذوق العام ترفض دخول الأفلام المصرية في الأربعينات والخمسة يعني القضية هم كيف سيطروا فيما بعد على العقل العالمي وعادوا تنميط وتأطير هذا العقل هنا الفكرة الأهم فأنت حين تتحدث كيف تسيطر على العالم أو تريد أن تسيطر على العالم في وقت التنافس حقيقة كانت الولايات المتحدة الأمريكية متفردة لذلك تقول كاتبة الكتاب تقول حين سقط جدار برلين لاحظ أنا ذهبت إلى برلين مرة ووقفت أبقى الألمان فقط في الأرض آثار الجدار فذهبت هكذا وعدت قلت يعني كيف صورت كاتبة الكتاب سقوط الجدار تعرف كيف قالت حين سقط هذا الجدار كان الجندي الروسي يقف في الطرف هذا جندي الشرقي بشكل عام والجندي الأمريكي يقف في الطرف هذا كان هذا ينتظر أعقاب السجائر المار البورو يبحث عنها والله وكان يبحث عن المجلات الخليعة إذا ما الذي ينتصر شوف هورس في فن الشعر ماذا يقول يقول كلمة تكتب بماذا يقول روما انتصرت على أثينا عسكريا نعم ولكن أثينا انتصرت على روما أخلاقية فكريا ثقافيا احتلتها ثقافيا صحيح الآن كل الحضارة الغربية تتكلم على أثينا صحيح هاخد فاصل أعود بعد الفاصل لاستكمال الجزئة الخاصة به القطب الأوحد اللي انت حسنته في المقدمة دي على أنه الولايات المتحدة الأمريكية ولا توجد قوة حتى الآن يمكن أن نقول أنها قطب ثاني لكن في مناوشات في حاولات صينية أو غير صينية أو أعطاء أين نحن نعم بتكلم على المنطقة العربية الشرق الأوسط ومعركة طفان الأقصى دي فين من هذه التوازنات سأعود إليك بعد فاصل قصير فاصل قصير في بودكاست الطريق الدكتور أحمد الهواز الكاتب والإعلامي السوري ومعركة طفان الأقصى والقوى العالمية بعد فاصل قصير أهلا بكم من جديد في بودكاست الطريق ضيفي دكتور أحمد الهواز الكاتب والإعلامي السوري ونتحدث سويا عن النظام العالمي ومعركة طفان الأقصى أهلا وسهلا بك مرة أخرى دكتور أحمد وخليني توقفنا عنده يعني استنتاجك بأن لا يوجد قد آخر يضاهي الولايات المتحدة الأمريكية أو ينافسها وإن كانت الصين قوة صاعدة ويمكن أن تكون منافس لكنها لا تمثل تلك الخطورة التي كانت تمثلها حضارات أخرى من بين حضارة منطقة الشرق الأوسط منطقة المنطقة الخضراء كما وصفتها ووصفها فلاسفة وكتاب ومفكرون بأنها منطقة الإسلامية هي منطقة التي كانت تنافس لسنوات طويلة وكانت قطبا أوحدا في وقت من الأوقات هم لا يريدون لهذه الأمة أن تقوم مرة أخرى البعض يقول يعني ليست الولايات المتحدة الأمريكية تنظر علينا على دول عالم ثالث مش حتى عالم ثاني وعشان نقوم قدامنا سنوات وسنوات وهم يسيطرون زرعوا لنا إسرائيل التي الآن تقتل أطفال غزة ليلة نهار والرئيس الأمريكي يجتمع مع الرئيس الصيني في سان فرانسيسكو في قمة اقتصادية والأمور ماشية زي الفل والعرب حكام العرب اجتمعوا في قمة قمة أدين وأشجوب وأبكي وحتى ما عادش دمه وجود كمان عادل الآن التطبيع بل من الوقاحة أن يقال أن البعض من الدول العربة تقول ننتظر وقف الحرب حتى تعود التطبيع إلى مجاريه إن صحت التعبير تفضل يعني لماذا أقول لك يعني غياب القطب الثاني المنافسة الولايات المتحدة الأمريكية عبدالوهاب المسير رحمه الله له كلام خايف الرواه يقول بأن العالم أجمع يعني بمعنى المسيحية بكل تجلياتها اليهودية إلى آخر كأديان بين قوسين انحنت أمام العلمانية واتفقت مع العلمانية وتفوقت عليها العلمانية لأن العلمانية التي يتحدث عنها هنا المسيري هو يقسمها إلى قسمين جزئية وكلية جزئية يعني أن تبقى يعني الدولة تحافظ على مفهوم فصل الدين عن الدولة أما الكلية فصل الدين عن الحياة نظام حياة متكامل أين يصطدم هذا الأمر؟ لا يصطدم بالمسيحية لا يصطدم باليهودية لا يصطدم بالكمفوشوسية ولا يصطدم بالهندوكية أبدا يصطدم فقط بالإسلام الإسلام نظام متكامل نظام حياة الإسلام نظام حياة متكامل لذلك سيقف أمام هذه العلمانية لو نظرت الآن إلى كل الدول المتنافسة يا علمانية شيئتها ما بيت تأخذ بالنظام بل تفاخر بتطبيق النظام العلماني صحيح أنها تبقي على ثقافتها وتحرص على ثقافتها والثقافة كما قال علي عزة بيقوفيش في الإسلام بين الشرق والغرب قال الثقافة دين الثقافة دين أحدى تجليات الثقافة هي الدين ولهذا تريد مثلا روسيا أن تحافظ على أن تكون أرثدوكسية دوغين في كتابه يعني يتحدث عن البعد الجيوسياسي لروسيا يقول أن روسيا هي قائدة الأرثدوكسية وبالتالي يجب أن تكون هي يعني مثيمنة على الكنيسة الأرثدوكسية يجب أن تتعاون مع الشيعة وتحديدا إيران حتى تكون إيران هي اليد التي من خلالها تضع يدها على تركيا والعراق والسوريا وأيضا أن يكون عدد سكان روسيا يزيد عن 250 مليون لحتى تكون قوة كبيرة وعليها أيضا أن تتجه غربا في التعاون مع الدول الأوروبا لتطرد النفوذ الأمريكي من داخل وعلى رأسها دول الأوروبا الشرقية وحتى الغربية هذه رؤية حقيقة يعني محمد الحسن في كتابه المهم البعد الديني في السياسة الأمريكية يقول الرجل بوضوح بأن أمريكا يعني دولة تحافظ على دينها تقيم آلاف الإذاعات الدينية الرؤساء الأمريكان يتحدثون دائما بالدين والأخلاق وما شابه أو أنهم قريبون يعني شيئا ما بينها من قضية الدين ولذلك أهم الكتب الموجودة الآن في الكونغرس التي يطلعون عليها كتب جورج بوش الجد الذي هو جورج بوش ليس الأب الجد الذي هو عاش في القرن الثامن عشر ولديه الكتب المهمة كوادي الرؤية وهي كلها كتب دينية تقريبا أضعم بني إسرائيل أو كتاب محمد مؤسس إمبراطورية الإسلام والمسلمين كتب مهمة جدا يفهم من خلالها الصراع الذي يجب لا ولا يزال حتى الآن معركة هرمجدون بالضبط حتى على فكرة أن لي رأي في موضوع التنين لي رأي وهذا الرأي قلته أنا وأحد الأخوة قبل 15 عاما كانوا كتاب لي باحث مصري محمد أبو الوفا وكنت قد استضفته في كتابي في برنامج كتاب الأسبوع أظن 2007-2002 فكنا نتحدث عن مفهوم حرب التنين في التوراة هم لديهم هرمجدون وعندهم حرب التنين هم لديهم في مناطقنا والتنين في شرق آسيا فأظن حتى لديهم بعدا في قضايا ويضعوا لهذه المعارك تأصيلا عقائديا تمام لكن دعني أقول لك بعد أن تهينا من المفهوم أنهم كلهم منحنوا للعلمانية شئنا أم أبينا كما يقول المسيري هناك أمر آخر بأن روسيا من حيث القوى الاقتصادية أضعف من كوريا الجنوبية أو تساويها وهي 17 مليون مساحتها وكوريا 100 ألف كيلومتر مربع هذه 220 مليون القوى لكوريا ودولة كوريا كوريا صغيرة فماذا تنافس أمريكا؟ كوريا تأتي في الدولة الثانية بعد اليابان التي سيطرت عليها الأولادة المتاحة الأمريكية بعد الحرب على 100 ثانية السامسونج في كل بيت الآن البضاعة الكورية أما الروسيا ماذا موجود في البيوت؟ ماذا عندها روسيا تصدره؟ الغاز والقمح لا لا هذه لا تتحدث عن مفردة حضارية تكنولوجيا أمر آخر أن روسيا المسلسلات الكوري بالمناسبة الآن في كل بيت أندرو أكسوم طبعا هذه خضية ثقافية مهمة جدا أندرو أكسوم في شهادته على شهادته في الكونغرس الأمريكي في عام 2017 قال حرفيا نحن الذين سمحنا لروسيا أن تذهبوا تقاتل الشعب السوري قال أن بشار الأسد قد بدل جهدا كبيرا في مقاتلة المتمردين الذين يريدون إسقاط الدولة الوطنية العلمانية التي بنيناها في المنطق هذا الكلام يشابه ما قاله كيسينجر في كتاب النظام العالمي يعني من الصفحة من 19 حتى الصفحة من 207 يقوله كيسينجر نفس الكلام الدولة الوطنية الحديثة التي كان يهددها يقول يهددها حسن البنة في كتابه والأخوان المسلمون يقول كيف لأمريكا أن تتقدم هذه بعد ربما حكا في الحلقة الماضية حلقة الماضية لا يحتاج أن نعيد هذا الكلام لكن هذا مثال فبالتالي ماذا تتحدث يا روسيا لا يمكن أن تشكل خطر أمريكا ومتفقها مع أمريكا في سوريا أنا لدي مقال بعنوان شرق سوريا شرق أوكرانيا غرب سوريا يعني هناك اتفاق كامل على مقاتلة الثورة السورية وإعطاء روسيا هذا الدور في سوريا بعدا عن مجلس الأمن وأيضا نحن تحدث عن نفس رئيس الوزراء الفرنسي الأسبق حين قامت الحرب الأوكرانية قال نحن أخطأنا أننا لم نحدد للروس سقفا زمنيا في مقاتلة الشعب السوري هذا لم أقوله أنا هذا رئيس الوزراء الفرنسي الأسبق إيران باعترافهم هم سمحوا لها بمقاتلة الشعب السوري بل مولوها سمحوا لها يعني خلينا نختصر الموضوع ده بأن كل الطيرانين كان يعني طيران الأمريكي والطيران الروسي كان في بجوار بعضهم البعض في السماء والسوري النظام ينسقون مع بعض والإيراني يعني بغض النظر فإذن حتى لنقول هناك صراع لكن هناك سبحان الله دائما يعني مهما حاولوا أن يكونوا كتلة واحدة تجاه فئة بعينها معينة أو ماذا ما شابه تقع بينهم نتوآت ومشاكل ويختلفون هذا أمر طبيعي كوريا نشرت مقالا في القدس العربي قبل ثلاث سنوات وتحدثت فيه بأن أمريكا هذا كان قبل الحرب تبتز العالم بثلاثة رؤوس المستوى الاقتصادي والأمني وهي المناطق الثرية في العالم أثر المناطق في العالم الخليج أوروبا الغربية شرق آسيا اليابان وكوريا لاحظ اليابان وكوريا الجنوبية دائما تطالبهم أمريكا بدفع المال مقابل حمايتهم من 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 الصين من كوريا تحديدا كوريا الشمالية تحديدا كوريا الشمالية كوريا الشمالية ماذا فيها من تكنولوجيا ماذا فيها ثلاث سيارات مارسيدس فيها موديل السبعينات جد ما هو الخطر كل مرة تجوع ويصل بها مرحلة لأنهم لا يملكون قيمة هي لولا الصين ضاعت لا هم يدفعون لهم من كل مدين يعطونهم مساعدات إحنا نلتقل الكوريا الشمالي والجنوبي على ماذا أعطوهم مساعدات القوة الموجودة في كوريا الجنوبية من حيث التسليح والتقنية أكبر مما موجود في كوريا مئات المرات ولا يوجد أصلا كوريا الجنوبية على فكرة من أقوى الدول في العالم الآن متقدمة جدا حتى على مستوى عدد الجنود ممكن أن نعطيك أرقام في ذلك لكن أمريكا تريد ابتزاز تريد من يدفعون لها اليابان وكوريا الجنوبية ادفعوا ادفعوا حتى نحميكم وهي دول بعد الحرب العالمية الثانية وبعد هرشيما ونجا زاكي بالفعل التحوى ركعت ورفعوا الأعلام البيضاء أنت تعرف أن العالمين ده عالم أبيض عليه نقطة الحمرة وأن العالم الآخر أبيض عليه نقطة حمرة وبعض النقاط الزرقاء وغيره هما رفعوا العالم الأبيض تماما للولايات المتحدة الأمريكية بدون نقاط أصبح راية الاستسلام وأصبحت دولة تاني خاضعة تاني تابعة تاني للولايات المتحدة الأمريكية ده أمر مرتفع نعم صحيح وبالتالي هي تبتزهم ونحن نحميكم خليش يبتز من قبل أنا آسف إن أنا أولادي العبارة لما كان يطلع ترامب وهو أنا أقول شعبوي ترامب كان يقول لك أنا اللي باحمي مش عارف مؤخرة الملك يعني كلام بيعني ولا يستطيع أن الكبطار من هذا من أنتم قال جميلة في هذا لأنهم يصفهم وصفا دقيقا الأمر الآخر أنظر إلى الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا حين قامت الحرب استضافت نقلات الجزيرة سألوني عن الحرب بين روسيا وأوكرانيا قلت لهم أمريكا تريد ابتزاز أوروبا ونحن نعيش في أوروبا ونعلم الاقتصادات الأوروبية تحديد الاقتصاد الألماني أنهك أنهك وهو يدفع لأوكرانيا مقابل وقف التقدم الروسي لأن الذاكرة الأوروبية خاصة الألمانية ذاكرة طريقة تحكم بها الولايات المتحدة بشيعة جدا يعني حين دخل الروس إلى ألمانيا اختصبوا 2 مليون امرأة ألمانية وقتلوا الروس سيئون ذاكرة سيئة موجودة عند المجتمع الألماني بعد الحرب بعد خسارت هتلر أو عدد تتقدمه في الحرب العالمية الثانية والعاصفة الثلجية اللي جت ده اللي حصل إن ارتدت عليهم بكل أحوال حين خسروا المعركة وهم كانوا حلفاء الروس والأمريكان وما شبك كلهم كانوا حلفاء ضد المحورة وكانت النتائج الكارثية فبالتالي كانت أمريكا في البداية تنصح الرئيس الأوكراني بالهرب وهرب 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 هم كانوا يريدون في البداية أن يتقدم بوتين على تخوم بولونيا وألمانيا فيهدد قلب الاتحاد الأوروبي فهذه كانت بحملية ابتزازية رهيبة وحتى بوتين تعاملوا معه أنهم كانوا يحركون لكن حين رأوه أنه فعلا يمضي في تحقيق يعني رؤى دوغين وما شابه أدبوه انظر ماذا فعلوا به بأوكرانيا يعني جعلوا السلاح الروسي مهزلة ومسخرة ولكنهم كل مدة يتركون له فرصة لأن يظهر بمظهر أكثر تقدمون هل تعلم أن فاغنر حين تقدمت إلى موسكو من الذي كشف الانقلاب الولايات المتحدة الأمريكية يا رجل وهي التي أنقذت بوتين يعني شيء غريب يعني هذا التداخل السياسي الذي نراه طب ده كل غرضه إيه غرضه لهذه المناطس سيطرة الابتزاز أحيانا عندما تخرج أوروبا الغربية عن ما يسمى بالقفص الأمريكي تعيده مرة أخرى بمثل هذه الحروب لاحظ أوروبا لا يمكن أن تخرج أوروبا أخذت قرارا على نفسها العيش الجميل والاستمتاع بالحياة والدخل العالي ولا يريدون حروبا ولا يفكرون بحروب لماذا حلف الشمال الأطلسيبيات ولماذا الحروب كلما دخلت الولايات المتحدة الأمريكية بلدا لحقها الغرب نعم على مستوى الشعوب يعني لا يوجد قوة الآن من فترة كان كبير مفتشي في العراق زمن التفتيش الأونسكو كان باتلر فألقى محاضرة قبل سنة أو سنة ونصف قال لهم يخاطب المن ألمانيا وفرنسا قال أنتم لا تستطيعون الوقوف أمام بوتين لا توجد لكم قوة بالمطلق لا يوجد قوة في أوروبا منظمة قادرة على الوقوف في وجه بوتين إلا أوكرانيا ولذلك عليكم أن تدعموا أوكرانيا فريدمان في كتابه مئة عام المقبل تعرف ماذا يقول يقول القوة الصاعدة في أوروبا من هي من تتوقع القادمة من بولونيا بولونيا ها يرشح بولونيا فعلا إذا نظرت إلى بولونيا ستجد أن بولونيا هي القوة التي ستصعد في الغرب أمام الدول الغربية الأخرى لا يريدون حظوم يعني مثلا تقول ألمانيا مثلا فرنسا هي الدول التي تحمل الاتحاد الأوروبي لكنها دول شاخط لا ليست هي تحمل بريطانيا لا أبدا الذي يحمل الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو حلف الناتو يعني الولايات المتحدة الأمريكية القوة الثانية بعدها التركية وليست هذه الدول الجيوش الألمانية التقطت فرصة يعني دول دول الآن نووية ودول لا قرار في مجلس الأمن يعني فرنسا وبريطانيا من الدول النووية ولتان نووية كبريتان عظيمتين لكن الآن في ترتيب الجيوش هناك تراجع هناك تراجع في عدد الشباب لكن بولونيا هذا غريب يقول القوة الصاعدة الجديدة في أوروبا هي بولونيا والقوة الثانية التي ستكون قوة مؤثرة في العالم تركيا وهذا الرجل لا يتكلم عن فراغ طبعا هناك إحصاءات يضعها ونظرة مستقبلية صحيحة يجد أنه صحيح الآن انظر إلى التركية مثلا القوة الموجودة في تركيا لا يوجد قوة في أوروبا تقفى لا يوجد من هي القوة الأوروبية؟ لا يوجد تركيا تسببت يعني دعني أقول لك أمرا مهما هذا مهم ألمانيا وأنا كتبتها في الجزيرة التقطت الفرصة فهناك فرصة التقطتها وهي إعادة بناء القوة الألمانية رفعت الميزانية 300% استغلت موضوع تهديد روسيا رأت أن جيشها منذ عام 55 تعلم طبعا بعد الاتفاقية فرفعت القوة الألمانية إلى بدأت تتصاعد القوة الألمانية وضعت خططا لبناء مثلا مسيارات وما شاء وهي قادر على ذلك لكنها تحت السيطرة لن يعد هناك خروج نازية أو غيره تمام هناك سيطرة وهناك إشكالية بشرية تركيبة ديمغرافية في ألمانيا ألمانيا تصغلها نحو 83 مليون لكن ما هو الهرم مقلوب يعني دائما الشعوب شيخوخة شيخوخة هي أصلا بعد الحرب العالمية الثانية الذي بنى ألمانيا هي الأتراك والطليا لكن هنا تنظر إلى القوة الديمغرافية في ألمانيا تجد أن السنوات القادمة والذي مقال في ذلك في الجزيرة ستخرج خمسة ملايين خارج ما يسمى التقاعد يعني هناك التقاعد في ألمانيا أصبح مسكلة لأنه يفكرون برفع سن التقاعد ولذلك فتحت بشكله بآخر الهجرة والتوطين ما عم تريد أن تفيد منها فإذن يعني لا يوجد وأنا هنا أسأل ألا ترى أنها يمكن أن تكون قوة صعدة أخرى لديها كل المقومات نعم التكنولوجيا والصناعة الاقتصاد الأقوى يا سيدي ألمانيا حيث تتحدث عنها تتحدث عن قوة هائلة ألمانيا من حيث الاقتصاد من حيث التنظيم من حيث الإبهار بالصناعة من صناعة مبهرة ألمانيا أنت تتحدث عن ألمانيا لا وحتى القوة العسكرية لا وأنا كتبت في وقتها في الجزيرة هذه القوة الاقتصادية لا بد من قوة أحمية قوة عسكرية تحمية وليست الأمريكان طبعا ليست الأمريكان والألمان لا يؤمنون بأن ألماني يعشقون بلدهم ويتمنون حماية بلدهم عندهم القومية عالية جدا القومية نعم الانتماء لا تستطيع أن تقول إن هو الانتماء الانتماء الألماني عالي جدا لكن قلت لك يعني ظروف ذاكرة الحرب والناس يعني في أوروبا الأوروبا الآن وصلت إلى مرحلة من الرفاهية لكنها أتت خلينا رجع لطفان الأخصى أتت ألمانيا على سبيل المثال وأتت فرنسا وبريطانيا أقرب الدول الغربية نعم راكعة لإسرائيل موساندة بكل يعني شوف تصريحات كده المستشار الألماني يعني في غاية في غاية الانحياس يعني دعني أقول لك أولا بأن ألمانيا دفعت ثمانا باهضا ما بعد الحرب العالمية الثانية وهناك يعني قضية مضحكة في قضية التعويضات التي دفعت الإسرائيل صدى لها أحد الباحثين القانوني المصريين الكبار لاحظ معي ألمانيا تدفع تعويضات عن ماذا؟ عن الهولوكوست ليس كذلك؟ نحن هنا سنقول هذه جريمة بشعة وقذرة ارتكبت بحق الإنسانية جيد بما ضمت من يهود وغجر وروس وكل ما تريد هؤلاء نحن نقول هذه جريمة بشعة وقذرة ويجب أن يحاكم من قذبها وأن يعوض أصحابها جميل ولكن ألمانيا لمن تدفع؟ تدفع عن مواطنين يهود هل هؤلاء كانوا إسرائيليين أم كانوا ألمانا؟ كانوا ألمان هم مواطنون ألمان ومواطنون من دول أوروبية يا لم تكن إسرائيل قد ظهرت للوجود فلماذا تدفع ألمانيا لإسرائيل؟ لا تأجبني لن تجد جوابا كله دخل في بعضه هؤلاء مواطنون أوروبيون جنسيتهم ألمان أليس كذلك؟ قام بقتلهم مفهوم أنت تسألني السؤال تاني طيب هؤلاء أنا فهم السؤال وإسرائيل ظهرت في عام سبعة أنا أقول لك كله دخل في بعض وهذه تمت في بداية الأربع ما علاقة هؤلاء يدفعوا لها هتسألك كبير؟ لا طبعا جزية خسر الألمان الحرب العالمية الثانية فهم يدفعون الجزية إلى الآن في صورة تعوداء هنا تقول ذهبوا هؤلاء راكعين هؤلاء دفعوا وما زالوا يدفعون وما زالوا متهمين زي ما بيدفع ملوك الخليج الآن الجزية في صورة حماية مش كده برضو طيب خلاص طيب فإذن لا تلم هؤلاء هؤلاء لديهم فكرة وطنية في بناء بلادهم أنت المشكلة في الذي لا يملك بناء وطن ولا فكرة بناء وطن ومنبطح ويدفع ويطبع أما أنت تتحدثني عن ألمانيا أحد الدبابات موجودة لديها في العالم أكثر تكني الوجهة تقدما في العالم من أكثر الدخول في العالم من أرقى أنظمة التعليم في العالم هذه دولة قائمة دولة رائعة فإذا دفعت أو إذا أردت أن تحمي رأسها أو أن تحافظ على ما لديها هذا أمر جميل بخطأ النظر أن تتفق وتختلف معه هذا موقف الأخلاقي ولك هذا موضوع آخر وليه أما أنا أحدثك عن دولة تبني أما دول تلفيقية وليس فيها تنمية وتدفع هذه الجزية لكي تحمي نفسها وتطبع لكي تحمي نفسها لكن دعنا نقول ما علاقة النظام العالمي باختصار شديد حتى ندخل فيه وهذا المهم وطوفان الأقصى بما يحصل أنا سأسمع لهذا السؤال في الجزء الأخير من الحلق لكن لدي سؤال قبل أن أخرج إلى فاصل مهم أن أستمع إلي وهو إذن ارثم لي باختصار لا يزين عن ثلاث دقائق حتى يتثنى لنا أخذ الفاصل والعودة للكلام عن النظام العالمي وطوفان الأقصى شكل القوى العالمية الآن ومحاور تمركزها في الشرق الأوسط الآن القوى العالمية يعني ما زالت السيطرة شئنة أم أبينا هي للغرب بقطع نظر عن تسمياته سواء قلت الغرب بقيادة المتحدة الأمريكية أو بمنافسة روسيا إذن أنت ما زلت ماذا تحت قوة أخرى غربية متنافسة أو متحدة ولكنها متفقة على هذه المنطقة هذه المنطقة حتى انتهت إلى هذا الشكل لحظة دكتور قديم عشان أفهم بس السؤال والضيف والمشاهدين يعني يستمعوا إليه قديما قالوا سايكوس بيكو وهو يعني اتفاق أمريكي عفوا بريطانيا فرنسي لم يتمنع لم يتمنع لكن هو يعني كان خطة وكان هو الأساس لتقسيم سوريا والعراق حلو جدا الآن كان هناك فرنسا وبريطانيا متنافستان هل هناك اتفاق جديد موسكو واشنطن موضوع مثلا لتقاسم زي ما كانوا بقولوا العراق وسوريا لا هذا اتفاق كيري لافروف هذا مبالغات يعني لاحظ معي التقسيم الذي حصل في العالم العربي انت قلتها كيري لافروف اه وهذه الكلام قالوا كيري لافروف على اتفاق سوريا هذا صحيح لكنه ليس يكون يشمل العالم العربي إنما هو تكليف أمريكي لروسيا روسيا عملت أجيرا ليه شايفها دائما أن أمريكا هي اللي بتكلف روسيا وأن روسيا كأنها تابعة لأمريكا منهم حروب الآن اين هي؟ عقوبات على بوتينو هم محتاجين هم يعني يعملون مصرحية جميل ليس القضية مصرحية حين نقول بأن مثلا اتفقت روسيا مع أمريكا في سوريا هذا لا يعني أن روسيا بالضرورة أن تبقى تابعة لأمريكا هي تتمرد هنا وتوافق هناك بين قوسين لو كانت روسيا قوة عظمى كيف أمريكا تفرض عليها العقوبات وتهين بوتين هذه الإهانة شولتس تعرف ماذا مرة قال؟ رئيس وزراء ألمانيا هو مستشار يسمى نعم مستشار ماذا قال؟ خمسين مرة كرار بوتين كذاب بوتين كذاب هذه إهانة ليست إهانة هذه؟ هذه إهانات توجه لدولة كما يقولنا دولة عظمى أو أنها تريد أن تغير نظام العالمي ما عادي بيطلع واحد زي كانوا لا يجرؤون قبل حرب أوكرانيا ما عالش أردوغان بيطلع يقول على بايدن كذاب اسمح لي لا 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 ليس بلاحظ هذه في الحرب في حرب حرب حقيقية ويتكلم شولتس بأنه يجب إيقاف هذا إيقاف الحرب وأن يردع بوتين وأنه كذا وأنه كذا قبل ذلك كانوا يذهبون إليه تعرف ماذا يفعل بهم بوتين؟ يستقبلهم ويلعب بالكلب كانوا يرعبهم بكلبه يا رجل حين ذهب إليه الرئيس الفرنسي أجلسه على طاولة بعيدة هكذا ما كانت شي سامعه أهانو أهانو الغرب الغرب في ميزة هذا الالتقاط الفرص والتلاحم ولذلك حين تنظر كيف عاملوا الأكران وانظر كيف عاملنا العرب آه فارق كبير يا رجل لكن هذا السؤال حول الهيمنة التمركز 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 العالمي ما زال كلمة السر فيه الولايات المدعب لا الدولة الوطنية الحديثة التي تحافظ عليها الولايات المتحدة آه جيش كان بديفت في مصر طبعا الدولة الوطنية الحديثة التي هددها بالسقوط الربيع العربي ولذلك تم سحق الربيع العربي تم سحق الربيع العربي ومقاتلة الشعوب وإعادة إنتاج الأنظمة هذا ما حصل نجحوا إلى حد ما نعم والآن ماذا يفعلون هذا الذي حصل في غزة يجب أن ينتهي بإنهاء المقاومة في غزة وتسليم غزة إلى كتاب عباس وقد يكون ذلك من خلال أنظمة عربية تذهب نعم يدرسوا ويتمنوا هسمع منك بعض الفصل هل يمكن أن يتحقق هذا السيناريو وهل انتهى بهذا الفصل فصل سحق الربيع العربي أو الثورات المضادة لإنتاج الأنظمة مرة أخرى ولتطبيق النظام العالمي بأن الدواء الدول الوطنية القومية الموجودة الآن هي التي ستكمل المشروع أم سيكون لدى أمريكا مخزون استراتيجي آخر في تغيير هذه الأنظمة يعني دائما الأمريكان بيفجأوا العالم بالافتئات يعني طبعا هيطلع خطة أخرى لأن دي خلاصت حرائت وخرجت خارج الطوق هسمع من حضرتك إجابة على هذا بعد فاصل قصير في بودكاست الطريق الدكتور أحمد الهواس الكاتب والإعلامي السوري وبودكاست الطريق بعد فاصل أهلا بكم من جديد في بودكاست الطريق ورحبه مرة أخرى بدكتور أحمد الهواس الكاتب والإعلامي السوري أهلا وسهلا بك دكتور أحمد إياكم الله سيد محمد معركة طفان الأقصى وما يحدث في النظام العالمي الذي سردنا جزءا منه بتفاصيله أود أن أعرف ما هي نظرة النظام العالمي الذي تهي من عليه الولايات المتحدة الأمريكية لمعركة طفان الأقصى وما بعدها طبعا أنا أتوقع بعد غزة هناك معارك أخرى يعني هم سوف يفيدون من هذه التجربة الآن يريدون إنهاء غزة كمقاومة إذا فشلوا في الترحيل فإنهم سوف يعمدون إلى إنهاء المقاومة في غزة وتسليم عباس وربما هناك جيوش ستأتي بذريعة تنظيم الأمور وأن ثمة دولتين يمكن مدائم فعلا هذا ما يخطط له الآن المجاز التي ترتكب على الهواء مباشرة وبهذا الشكل وهذا الإصرار وهذا الدخول الهائل في المعركة بتحالف يعني فرق مختلفة وقوة مختلفة تريد إنهاء المقاومة في غزة إنهاء كاملا يعني أنت أمام السيناريو حصل في تدمير العراق ولكن هذه المرة في هذه البقعة الصغيرة المفقرة المجوعة إلى آخره يجب إنهاء هذه أي تواجد للقوة أو المقاومة أو صناعة سلاح داخل غزة هذا ما يفكرون به الآن طبعا إذا أدى الصمود الفلسطيني وهذه الفاتورة الكبيرة التي يقدمونها إلى إنهاء المعركة سوف تنتصر غزة أنا لا أقول أنها لن تكون حتى لا تتهمني مرة أخرى بأني متشاهم لكن أنا أقرأ ما أراه بأنهم لن يعودوا إلا بإنهاء المقاومة في غزة ليضموا ليعيدوا غزة إلى النظام العالمي لأن غزة خارج النظام أحسنت يا تفلتت بحكم ما فعلوه مع غزة فهم الآن يدمرونها ثم يعيدونها إلى النظام العالمي هل هي ينقحوا ضدتهم؟ إلى حد ما نعم يعني واضح القوة العين لا تقاوم المخرز بالنتيجة وأنت ليس لديك الآن من داعم بمعنى الكلمة يقدم يمكن أن يقدم دعما لغزة أو يقف أنت لا يوجد لديك نظام في مصر كما حصل في زمن الرئيس مرسي لكن أنا أعتقد ما بعد غزة هناك أيضا معارك أخرى من مناطق متفلتة من النظام العالمي مثلا؟ يعني الشمال السوري الشمال السوري سوف تعد له معركة كبيرة ويدمر أيضا بذريعة محاربة القاعدة الإرهاب يصنعوا لك تفجيرا في مكان ما ثم يقولون بأن هذه المنطقية المسؤولة عن هذا حتى ولو كانت تركيا هي الأخرى وهي جزء من حلف شمال طلس الناتو متواجدة في الشمال السوري يعني هذا أو تعتبرها منطقة نفوذ؟ حتى لو اعتبرتها منطقة نفوذ أنت أيضا لديك مناطق تركيا ليست راضية عنها في الشمال السوري شيئنا ما بينها يعني لا يأتون إلى المناطق التي تحت سيطرة تركيا بالضرورة سيأتون إلى مناطق أخرى وسوف أيضا يتركونهم يبنون ويقدمون خدمات للمواطن السوري الموجود في الشمال ثم يأتون ويقولك هذه المنطقة نظرة تشاؤمية جدا لا ليست تشاؤمية هناك مجموعة الآن يعني غزة بعد معركة غزة يجب إخضاع أي منطقة متفلتة من مناطق العالم إلى النفوذ العالمي أو ما يسمى النظام العالمي النظام العالمي هو وكلاء هؤلاء الوكلاء هم موجودون في هذه المنطقة شيئنا أم أبينا وهناك أجراء ماذا لو حدث العكس أن خرجت غزة من هذه المعركة يعني لو بينفذ هذه المعركة الأمريكية أنا أقولك ماشي لك الصاين الآن طيب إذا انتصرت غزة بمعنى أنها توقفت المعركة في غزة سوف يتركون غزة مدمرة حجرا على حجر وتحت وعود البناء وما شابه ولا يبنون إلا بشروط إذن أنت أمام مشكلة يعني لا يقبلون بهذا الوضع شيئتها ما بيت الآن أنت أمام تفلت بهذا الشكل يعتبرونه خروج على النظام العالمي أنت أقرأ ما بين السطور ربما أفضل من كان يتكلم عن النظام العالمي هو الصديق العزيز دكتور أكرم حجازي كان دائما ما يتكلم عن هذا النظام العالمي وأوتاد النظام العالمي الموجودة في المنطقة ولذلك الربيع العربي كاد أن يسقط النظام العالمي وليس النظام الرسمي العربي النظام العالمي بشكل عام كان مهددا نتيجة الربيع العربي والربيع العربي من أهم ما كان يهدد به النظام العالمي هو سقوط الدولة الوطنية التي بنوها في المنطقة أو الكيانات هذه التي نطق عليها دول حاربت أمريكا منذ عشرين عاما في أفغانستان ما أطلقت عليه إسقاط نظام طالبان لكنها بعد عشرين عاما خرجت من أمريكا من أفغانستان وظهرت طالبان طيب هل طالبان جزء من النظام العالمي الآن؟ تريد يتمنون أفغانستان أن تقدم نفسها للعالم ويكون لديها سفارات ولديها تعامل معها لا أحد يتعامل معها وهذا ما كتبته وأنا تذكر في القدس أنا أعود مرة أخرى لطرح سؤالي إذن يمكن أن تستمر هذه الحرب لسنوات أشهر سنوات فيها هذه ليست دولة أخي محمد غزة بالنتيجة أن تتحدث عن أرض محدودة المساحة محاصرة من قبل الجانب العربي وهذه هي المشكلة لا يوجد لديهم أي منفذ للخروج سواء المواجهة هم قادرون على المواجهة إذا توفرت لديهم الإمكانات أين هي الإمكانات؟ هنا القضية هم لا يعانون من ضعف في الرجولة ولا في الشهامة ولا في التقدم ولا في الاقتحام هم أقوى بكثير على مستوى القدرات والعقيدة ولكنهم على مستوى الإمكانات ضعفة أو محدود أو أن هناك حد معين هم يقاتلون معنا حتى تنفد ما لديهم من ذخيرة وأسلحة ماذا يفعل المقاتل بلا سلاح؟ نحن رأيناها في سوريا في سوريا الذين كانوا يقدمون لنا الدعم الدعم كان يقدم لإبقاء القتال وليس لحسب القتال وفجأة وجد المقاتل السوري نفسه في مواجهة الروس وإيران بهذا السيناريو المتشائم لا ليس متشائما أنا لا أتشائم وأقول لك هذه الأمة منتصرة وسوف تسقط كل ما تراه ولكن ليس من خلال معركة هنا أو معركة أنا أتحدث الآن بغضوح هذا ما يحصل لأنا لا أتشائم أبدا ولا أم من بتشائم هل يمكن أن نقول أن القادم بالنسبة لغزة قد يكون أفضل حتى وإن كان هناك يعني حصار يفرض على غزة منع محاولة نزع السلاح تكفيف الموان العسكرية كل هذا مع دخول قوات الصهونية إلى غزة الفلسطينيون في المقاومة أودونا على أشياء نحن لم نألفها ولا العالم يألفها يعني انظر مثلاهم بدأوا بالحجارة ليس كذلك ثم تطوروا إلى القنابل البشرية ثم تطوروا إلى الصاروخ حين أصبح هناك سورا مانعا لوصول القنبل البشرية بين قوسين إلى الداخل فعجأوك فيما بعد في صناعات متطورة في صواريخ بعيدة المدى في طائرات مسيرة إذن لديهم إمكانات خارقة قضيفة ياسين تدمر مركافة إذن كل السيناريات مطروحة لا هناك تقدير موقف وإعادة إنتاج بما يتوازى ويتسق مع الموقف هذه هنا التي نحن نفتقدها أخي محمد إذن عملية المقاومة ستستمر هذه المقاومة لكن بأشكال مختلفة وأنا أقول لك لن تستطيع لا إسرائيل ولا أي دولة أخرى أن تفرض إرادتها على الفلسطينيين أو أن تبقى إسرائيل في هذه المنطقة وأنا أقول لك من الآن دي بو شرم أنا كنت متشايم أنا لست متشايم أنت تحدثني ماذا يريدون ماذا يريدون هم هكذا يفكرون أنا حبست أنفاسي ولكن ماذا لو أن هناك تغييرات حصلت في العالم وتصدمت هذه القوة التي أحدثك عنها قلت لك العالم يصير في ضيق يعني هكذا يصير هتتغير المعادلة تماما ستتغير المعادلة لا تعرف كيف تنفجر الأمور هل السوريون كانوا بإمكانهم هزيمة روسيا بعد حرب أوكرانية صحيح لكنهم لم يحسنوا التعاون لم يحسنوا التقاط هذه الفرصة الأيام القادمة حبلة بالكثير نتمنى طبعا أن نرى فلسطين محررة والعالم العرش إن شاء الله حر ساعدت جدا بهذه الحلقة المتميزة من بودكاست الطريق أنا أكثر ساعد وجودك النظام العالمي ومعركة طوفان الأقصى شكرا جزيلا الدكتور أحمد الهواس الإعلامي والكاتب السوري شكرا جزيلا لك إذن طوفان الأقصى والنظام العالمي سيناريوات كثيرة معادلات يمكن أن تغير وجه العالم فجأة إذا كنا نشاهد ونتابع مقيس القوى قد تكون في صالح العدو الصهوني لكن تزال المقاومة وسيزال الشعب الفلسطيني يقاوم حتى يتحرر إلى أن نلتقي في بودكاست جديد من بودكاست الطريق طيب الله أوقاتكم وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر